عايزين نتكلم النهاردة دكتورة نانيس عن ما يفيد القلب وما يضر القلب خلينا نبدأ باللي يضر القلب شو دكتور ايمان هقول لحضرتك حاجة احنا لما نبتزي نتكلم عن القلب طبعا في حاجات انا اتفقت مع حضرتك قبل الحلقة انه في حاجات الناس عرفاها بس خلينا نقولها بسرعة تاني تفضل ريفلي كده عشان برضو هناخد مريد القلب لازم ياخد من خمسة ستة وجبات في اليوم ما ينفعش يأكل زينا اي ثلاث وجبات لازم وجبات صغيرة ومتعددة خلينا نقول كمان انه لازم يعتمد على الاكل البني كله ايوه ممنوع كل ما هو لونه ابيض اذا كان سكر او ملح او دقيق او دقيق كويس نبتعد عن كل ما هو فيه دهون اه طبعا الدهون احنا هناخد كل حاجة اللو فات اه يعني ميجي يختار اللحوم بتاعته لازم يبتدي تبقى حتة اللحمة اللي ما فيهاش دهن او الدهون الغير مشباعة لو هناخد لو هيكل فراخ او مش الورك اه انما هياخد مثلا اللحوم ياخدها ما فيهاش تكون دهنها ولاية الحمرة خالص الجلد بتاع الفراخ لازم يتشال كل الحاجات دي فيه حاجة كتير احنا عارفينها النهاردة احنا محتاجين لتكيب الحاجات اللي احنا مش عارفينها الملح اللي موجود في الاكل الملح اللي جوه الاكل الملح اللي جوه الاكل احنا بتهيقلين ان الملح بس اللي احنا بنضيفه لا واحنا قلنا ان مريض القلب ما ينفعشه وقاعد على ترابيسة السفرة يبقى جنبه ملاحة أو ملح يضاف ولكن نكتفي بالملح اللي في الأكل ممكن الملح اللي هو البوتاسيوم ممكن ولكن وممكن للمون ممكن للمون وهيربس بقى نعم بلاش الملح اللي هو كلوريد الصودية من معتل يعني مثلا فيه خلطة بنعملها من شبت وتوم ولمون وعليها كل التوابل اللي هو عايزها وتبقى محطوطة دايما جنب الأكل على السفرة يقدر يطعم بها الأكل بتاعه لكن ممنوع إضافة الملح تماما طب هو الملح مستخبي في حاجات تانية كتير احنا ما ببقاش عارفينها زي ايه زي العصير العصير معلبات المعلبات في ملح طب للزبط زي الحاجات اللي احنا بين الخضار المعلب يعني مثلا الحمص الفاصولية الحامرة الفاصولية البيضة بدن في علبة لازم بقى في ملح لازم بيبقى فيها ملح وبتبقى محفوظة أحيانا في مياه وملح فنعمل ايه بنشلها نخسلها كويس قوي قبل الاستخدام ده بيقلل بيقلل الاربعين في المية بس من نسبة السوديوم اللي فيها لكن ستيل بيبقى فيها ملح بارده نخش بقى في الحاجات المفيدة خلينا نتكلم على الحاجات المفيدة لقلب سواء لمريض القلب أو للشخص العادي اللي عايز قلبه يبقى قوي كل حاجة باشرة ايوه كل حاجة لها اشرة زي ما قلنا الرز البني العيش السن الشفان كل حاجة لها اشرة الخضار بتاعنا كله زي ما قلنا لما نستخدمه أو نضربه في الخلاط ناخده بالالياف بتاعه بالالياف بتاعه كل ده بينقي الفكهة برضو الفضل بالاليافها ما خدش العصير وبس احنا قلنا نستخدم الفكهة اللي هي العضوية او نحاول نخسلها بمية ومعلاقة خل التفاح ونبتدي ناكلها بشرة كويس طيب بس هو في معلومة برضو مهمة هنا جدا ان استخدام الالياف الكتير لمرضى القلب بينزل نوعين الدهون الجيد والسيء يعني مش بس السيء والجيد كمان ففي الحالة دي مهمة قوي لمريض القلب انه ياخد يوميا اوميجا ثري اوميجا ثري تاني هنرجع له مصادره زي ما قلنا الاسماك البحرية بالضبط اللي هي بتاعت مش البحرية الاسماك بتاعت المياه البردة المياه البردة اللي هي السالمون والتونة والمكرال والتونة والساردين ايوة وطبعا عندنا احنا بزيت بزرة الكتان وزيت السمسم او السمسم نفسه افوكادو والحاجاتي كلها ممكن ياخد منها ولكن بيقال انه مريض القلب بيحتاج اكتر من كده احنا في اليوم ما بنقدرش ناخد الكمية الكافية فدي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنفضل ياخد سابلمنت يعني لازم كل يوم ياخد اتنين او تلاتة زيت كبد الحوت فزي ما انت حدك قلت في الاول انه هو يفضل ياخد وجبة صغيرة ومتعددة عشان ما يشبعش قوي يوم يملى معدته يسحب الدم من الدورة الدمية ويرهق القلب لانه ممكن يأكل ويبقى عايز يعمل حاجة تانية غير الهضم فبقى محتاج دم للحكتين يوم يرهق صاحبنا اللي هو تعبان